في الوقت اللي سيسي خرج يقول للناس نفس الاسبوع هتاكلوا وراء الشجر اشترى صفقات سلاح باكتر من خمسة مليار دولار مصر بتشير سلاح من ايطاليا عشان رجيني زي ما قلتلك امبارح ارضاء المواطن الالماني ارضاء المواطن الايطالي المواطن الاسرائيلي مواطن الامريكي كل المواطنين كانوا عيش الا اهل البلدي سيسي لسه مشتري صفقة من امريكا صفقات سلاح لطيارات بضعف تمنها عشان يقابل بايدن طيارات ومشهد الحوار الكادب الملعون كل ده عشان مقابلة الاسرائيل بتتديهم التعليمات عشان مقابلة بايدن ايطاليا خرج الاعلام الايطالي يتكلم عن صفقة قادرة لبيع السلاح لمصر صفقة قادرة عرض مصري مقابل 24 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون يقول ممثل موثوق به في الحكومة الايطالية لم تذكر اسمه ان السيسي ينتظر فقط مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي لابرام عقد عسكري بقيمة 3 مليار يورو على الاقل حيث تذهب 60% من مبلغ شركة ليناردو فين ميكانيكا الرائدة في مجال تكنولوجيا الطيران والدفاع بص عدريك بالنص بيقولك ايه السيسي مستني مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء ماريو دراجي عشان يقول له احنا وفقنا على شراء السلاح ليه؟ لهو سلاح ولا طيارات المقاتلة ولا اي حاجة سلاح عندنا كتير بس الرجالة مش موجودة السلاح كتير بس الرجالة مش موجودة ما بتكلمش على شعب مصر انا بتكلم على العصابة اللي زلها شعب مصر قروض وشيرة من كل حتة بحج انه القروض يجيبها انه يشتري بيها قمح في الاخر يروح يجيب بيها سلاح وياخد عمولة ويسكت الدول عمولة السيسي بس من صفقات السلاح تكفي عشرات الالاف من القصر المصرية وتجوز عشرات الالاف من الشباب وطرعى الاف الموهوبين زي الشرباجة بس بقاء عب كرسي يأتي عن طريق ارضاء المواطن الالماني والايطالي والامريكي المواطن المصري بالجزمة لانه ملوش رأي ولا ليه صوت صح؟ ولا المواطن المصري ليه صوت مصري الجواطر المصري ده ياخد على دماغ اللي جابوه ياخد على دماغ زيادة جديدة في اسعار الكهرباء الشهر المقبل زيادة جديدة في اسعار الف الف مبروك عشرة في المية زيادة مرتقبة في اسعار السلح تمت الصنع مع ارتفاع الدولار الجمركي شوهم المواطن المصري؟ شوهم يأكل ويشرب أو حتى يعيش؟ وهم السيسي يبقى على الكرسي بمراضات امريكا وايطاليا وفرنسا والمانيا واسرائيل فاكرين لما نتينيها وطلع رأس على الرفاهية اللي هيعيش فيها المواطن الاسرائيلي نتيجة انه هم مصر سابتهم يسرقوا غزنة من البحر المتوسط وبعدين باعته لنا مهم الكرسي باع الشعب نفسه عشان الكرسي يتحرق ام الشعب مصر تنتهك حقوق الانسان لكن انا لنتوقف عن بيع السلاح في القاهرة والتعاون معه لا يقتصر الامر على بيع الاسلحة فحسب بل هناك تعاون بين الشرطة الايطالية والشرطة المصرية في العقد الماضي وكل هذا يحدث ويحدث في اطار من الشفافية النادرة فان بيج في ايطاليا دي الجريدة الشهيرة بوليتيكا لا دي بوليتيكا دي سياسة فان بيج انا ياسف ده الصفحة السياسية بوليتيكا السياسة بتقالك قالك في ظل اطار من الشفافية النادرة ايطاليا نسيت قضيتي زاكي باتريك زاكي قصدهم وريجيني وهي تقيم علاقات وثيقة للغاية مع نظام السيسي الذي يواصل حبس واخفاء خصومه المعارضين هجوم العلامي في ايطاليا الهجوم العلامي في ايطاليا على صفقة بيع الاسلحة الايطالية لمصر كان عنيف جدا عنيف جدا ومصر ومحدش بيتكلم عن حاجة لها تدفع من لحم الحي لحم اللي باقي حي ثلاثة ونصف مليار وريني يا ابني الهجوم في السنوات الاخيرة وخاصة منذ عام 2019 تكثفت العلاقات بين ايطاليا ومصر وعاقات التجارية والدبلوماسية وفي مجالات حساسة مثل صدرات الاسلحة والتعاون الامني ويحدث هذا على الرغم من الاحتجاز المطول للطالب جامعة بولونيا باتريك زاكي اطلق صراحه لكن لم يبرق بعد قرابة عامين وايضا رغم عدم تقديم القاهرة بص باتريك زاكي كانت الجملة دي تايها مني في النص باتريك زاكي ادولو خرجوه لكن مدلوش براقة عشان يفضلوا يلعبوا ايطاليا فاهمين ولاد البتاع عاملين ايه؟ يعني طلعوه بس مدلوش براقة بقالوا سنتين عشان يفضلوا ايه؟ كارت يضغطوا بيه؟ على ايطاليا شيء حقير جدا بقولك شيء حقير جدا جدا ويحدث هذا على الرغم الاحتجاز لطالب جامعة بلونيا باتريك زاكي وايضا رغم عدم تقديم القاهرة عنوين المتهمين الاربع بتهمة الاختطاف والتعذيب وقتل جيليو ريجين يجيب لك ايه عامل؟ نشاري منك سلاح حد كده كل هذا ليس سوى غاية ضمن فاين نحن نتحدث عن بلد يتم فيها تقييد جمعيات المجتمع المدني بشكل منهجي بلد يستمر فيها نظام السيسي باعتقال واغفاء خصومه استنكر منصق حملة شبكة السلاح ونزع السلاح الايطالية فرانشيسكو فيجناركا استنكر صدرات الاسلحة لمصر خلال من 19-21 انتو كانت مصر اول متلقي الاسلحة من ايطاليا من حيث الحجم الاجمالي لاموال يعني الدولة الوحيدة اللي شافت اعلى دولة في العالم شافت ايطاليا فيها اسلحة مش موجودة عند حد هي مصر مشتري الاول للسلاح من ايطاليا وده ليه؟ عشان ريجيني في احدث عادة مصر المرتبة الثانتاشر لحد ما كما كانت دائما واعتبارا بص في احدث البيانات الصادرة من المزارة الخارجية مصر كانت في المرتبة الثانتاشر الى حد ما كما كانت دائما في مشتريات السلاح من ايطاليا واعتبارا من 2018 من اربع سنين ارتفع حجم صدرات الاسلحة الايطالية لمصر ويرجع دالك في البداية لبيع بعض الطائرات الهليكوبتر ومواد التسلح التي يمكن استخدامها للاستخدام الداخلي الداخلي يعني عشان الجملة فاهم حضرتك الجملة دي يعني ايه؟ يعني دي اللي السيسي يربي بها الشعب مش للحروب طيلات الكمتر وبتاع كده عشان لو قمته باي حاجة وبتاع السيسي يربي الشعب بيقولك بيصل احيانا الجنون الموضوع بيصل للجنون لما مع الناس العقلة لما بيشوفوا المجانين متمشين مع الوضع عادي وما بياخدوش قاية علاقات العقلين بيصل لمرحلة الجنون تاهم؟ تاهم حاجة؟ الوقت نفسه كان بيه مؤتمر عالمي عن الصحافة وحرية الصحافة في العاصمة العمانية مسقط وهناك تحداته عن رجيني قضية لايطاليا قالت اسماء الاربع ضباط المشاركين وطلبت محاكمته مسيسي بيحاول يشتري ثمن السكوت ببلاش يعني ثلاثة ونص مليار ثلاثة ونص مليار الحقيقة والعدالة لجوليو رجيني تمت الموافقة على الاختراح بالاجماع في المؤتمر العالمي للصحفيين تمت الموافقة على انه هو ده يبقى شعار الحقيقة والعدالة لجوليو رجيني مش مهم الشعب ولا مهم قلم الناس ولا وجحهم ولا الخمسة اللي ماتوا في المكرباص فاكريني الست الغلبانة اللي أخوها وجوزها وابوها ماتوا في المكرباص اللي العصابة دي أتلته على أساس انه هم دول قتلت رجيني والقصة دي لم تصمد 24 ساعة خمسة ماتوا في المكرباص احنا في الغرامات حتغير وزير الكرب والله يا رئيس ده مش بيتعاملوا معانا لاننا بنا قدمين فلو سمحت يا رئيس الدنيا حررت في الناس والله العظيم انت لو بتقرأ الرسالة اللي بتجيلي يا خبر اسو انا مش فق عليك انا مش فق عليك لما تقب بين اي دير ربنا ده ناس كتير قوي عايزة منك حاجات ناس كتير قوي عايزة منه حاجات الوضع اشتركوا في القناة